تنظر لمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم في أولي طعن من مجموعة طعون على إجراءات تتخذها الحكومة الاتلافية لرئيس الوزراء بن يمينة نياهو وتسببت في أزمة قضائية عشتها إسرائيل على مدى شهور وتطلب الطعون التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة من المحكمة أن تصدر حكما ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الاتلاف الحاكم لإقرارها ويتعلق الطعن بتعديل على قانون أساسي يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه أو فاقدا للأهلية وإقالته من المنصب وقالت المدعية العامة إن البرلمان الإسرائيلي الذي يسيطر الاتلاف الحاكم على أغلبيته أساء استعمال سلطته بصياغة مشروع القانون